سننتقل إلى فريقنا الميداني ومشوارنا الصباحي من صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية ونرجع ونوصل معك حديثنا من الفحيس أحمد أبو حمد متواجد معنا من مختبر صناعة الألعاب الإلكترونية المتنقل هذا المختبر يعني مختبر صناعة الألعاب الإلكترونية فيه منه سبع مختبرات في سبع محافظات لكن ابتكروا مؤخرا هذا المتحف المتنقل عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من المناطق النائية والأقل حظا أحب أن أصبح لك يا أحمد من الفحيس أهلا وسهلا فيك صباح الورد شاهد صباح الخير لكل مشاهدين ومتابعين برنامج يوم جديد نصبح لك شاهد ومصبح على مشاهدين من مدينة الفحيس وهي من المناطق المشمولة بخدمات مختبر صناعة الألعاب الإلكترونية المتنقل والذي يجوب معظم مدن ومناطق المملكة ويقدم عدة دورات تدريبية للشباب ويوفر المعدات والأجهزة والبرامج الحديثة وكل احتياجات المتدرب للإبداع والابتكار والإنتاج والتميز في مجال صناعة الألعاب طبعا مشاهدين لحتى نتعرف على آلية تدريب الشباب ضمن مختبر صناعة الألعاب المتنقل سيكون معنا ضابط ارتباط ضابط البرامج في المختبر الأستاذ عمادة الإصماري بنحكي لك صباح الخير ويعطيك العافية صباح الخير صباح في صباح المشاهدين الكرام مشروع مختبر الباص المتنقل هو أحدى مشاريع صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية ويحظى باهتمام كبير من جلالة سيدنا لدعم الشباب في مواكبة صناعة الألعاب الإلكترونية وهميتها في الوطن العربي والعالم يحظى الأردن بالمركز الأول في الوطن العربي في صناعة الألعاب ويحظى في دعم الشباب مواكبة هذه الصناعة لما لها من أهمية لما كان لجلال سيدنا رؤية ثاقبة من عام 2011 وانطلق مشروع الباص المتنقل الربع الأخير من 2018 ليجوب أنحاء المملكة وكافة الألوية والمناطق لنصل لأكبر شريحة من الشباب الأردني والشابات لإيماننا بقدراتهم العقلية وإيماننا أن يستطيعون أن يواكبوا العالم والتكنولوجيا بخصوص هذه الصناعة وتم تجهيز هذا المختبر المتنقل بكافة الأجهزة الحديثة التقنية وبكافة المعدات وكافة البرامج التي يحتاجها مطور الألعاب ليأخذ ورشة تعرفية وتدريبية عن صناعة الألعاب الإلكترونية وأهميتها على المستوى العالمي ونقوم بدعوتهم لالتحاقهم في مختبرات الأعاب التابعة لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية ويكون الاشتراك في هذه المختبرات مجانا وأعطاهم هذه الدوارات بشكل مجاني ودعمهم في مواكبة هذه الصناعة ومشاركتهم في المسابقات الداخلية والمسابقات العالمية ومشاركتهم في المؤتمرات الدولية التي تنعقد كل عام في إحدى الدول العربية أو الدول العالمية وكل عام نعقد قمة في صناعة الألعاب الأردنية في الأردن تكون في شهره داعش لربط هؤلاء الشباب الذين قاموا بصناعة ألعابهم مع الشركاء العالميين ليقومهم بإنشاء لهم شركات صناعة ألعاب أو يقوم بتطوير هذه الصناعة ونقلها للآخرين واليوم من هذا المختبر سيقوم في ورشة تدريبية لمركز شابات الفحص لتعريفهم في أهمية صناعة الألعاب الإلكترونية مواكبتها واستغلال وقتهم من خلال الدراسة مع الدراسة بقدروا أنهم ينتسبوا أننا المختبر أعطاهم دورات حسب الأوقات التي تناسبهم ومن ثم ربطهم بالشركات الداخلية والشركات العالمية ما شاء الله عليك يعني أعطيت شرح تفصيلي مميز عن المكان والفكرة بس أنا أحب يعني أعرف المناطق التي يمكن أن يجروها من خلال المختبر المتنقل وأيضا أي حدا بأي منطقة ممكن يلاقيك أنه يطلع على الباس أو المختبر المتنقل يسجل بنفس اللحظة نعم نحن قمنا لغاية اللحظة هاي ب74 زيارة في مختلف محافظات المنمكة والألوية والقرى وجميع المناطق تم تغطيتها والآن نكمل المشوار في تغطية باقي المناطق الذي لم يتم زيارتها وتم مشاركة أعطاء 336 ورشة تدريبية واستفاد 4296 مشارك لغاية الآن يستطيع أي شخص وأي طالب من عمر 9 سنوات فما فوق الاشتراك في الدورات التدريبية في المختبر نقسمهم إلى قسمين من 9 سنوات إلى 15 يشتغل على تأسيس صناعة الألعاب والتصميم من عمر 16 سنة فما فوق نشتغل على برنامج لتصميم مستوى أعلى من المستوى التأسيسي البرنامج الأول هو برنامج صناعة ألعاب كونسراكت 3 بالعربي اسمه كونسراكت 3 هو برنامج موجود لصناعة الألعاب والبرنامج من عمر 16 ما فوق اسمه يونيتي نستهدف أيضا به طلاب الجامعات عندهم محب وشغف في هذه الصناعة وطبعا الوصول لجميع المناطق بمبادرة سيدنا الهدف أن نوصل لأكبر عدد كبير من شباب وشابات المملكة إيمانا بقدراتهم العقلية وإيمانا بينهم ليصبحوا شباب ينتج هذه الصناعات ولا يستهلكها ونحن مؤمنين بشبابنا الأردني والحمد لله يوجد عنا كوكبة من المدربين المتميزين في جميع فروعنا في المختبرات التابعة على صندوق ميك عبدالله الثاني للتنمية في الشمال في إربد في الوسط عمان والزرقاء وفي الجنوب معان والكرك والعقبة وكل عام بموادرة من سيدنا وبدعم صندوق ميك عبدالله نقوم بفتح مختبرات لنغطي جميع المحافظات ونقوم بالتنسيق مع المدارس الحكومية ومدارس الثقافة العسكرية ومراكز الشباب والمراكز الثقافية لعطاء أكبر عدد من الشباب والشبابات الأردني وإيصال لهم الفكرة عن صلاعة للعاب الالكترونية داخليا وعالميا ونصل إلى المناطق الحدودية أيضا لتغطية جميع المناطق ونقل هذه الفكرة لجميع من مهتم ويواكب هذه الصناعة ومعلم لها أهمية مستقبلية نعم طيب يعني احنا ما شاء الله عليك الله يعطيك العافية يعني ما شاء الله يعني أطلت الشرح وشرح تفصيلي للموقع والمكان أنا حابة توصف لمشاهدين أكثر عن هذا المكان يعني داخليا شو اللي احنا بنعيشه الآن وشو محتوى من كابيوترات وشاشات وكل شيء نعم الآن نحن في مشروع مختبر اللعاب المتنقل هو باص متنقل أنشاء صندوق الملك عبدالله ثاني للتنمية تم تجهيزه بأحدث الأجهزة التقنية وبأحدث البرامج والمعدات وزي ما أنتم شايفين الشاشات العرض وإنترنت متوفر للطلاب العمل عليه وما يحتجوه من قرطاصية من نماذج تسجيل للانتساب إلى المختبر ويتم شرح لهم وعطاهم مرشة تعريفية والالتحاق في مختبرات الألعاب ليتم إعطاهم دورات تدريبية مدتها ثلاثين ساعة تدريبية مقسمة كل أسبوع عشر ساعات ومن ثم ننتقل إلى المرحلة الأعلى لغاية ما يسبق مطور ألعاب يرتبط في الصناعات العالمية كل الشكر سيد عمال الله يعطيك العافية شكرا على هذا الشرح الرائع والجميل ومفصل لكل شيء بتعلق بمختبر صناعة الألعاب شكرا لك صباحك سعيد شكرا لكم يسعد الصباح وصباح المشاهدين الكرام طبعا المشاهدين مستمرين معكم رح نتعرف على الصبية الموجودة معنا الآن صباح الخير نتعرف عليكي صباح النور اسمي دينا نعم أنت يعني من المستفدين من المختبر شاركتي بدورة تدريبية تعرفينها شو الدورة اللي أخدتها أخد دورة اللي كنت شترفت في ريب تعمل على اللي هو تصميم الألعاب وتطوير منها وكتير السفر منها طيب أنت ليش شاركتي بالمختبر أول إش لأنه إجا الباص عنا على المدرسة فكنت من الأسماء اللي رح يركب الباص هلأ كنا نمشي على تعليمات عجب من الموضوع شاركتي بأكثر من المبادرة أحبت كملي بمجال تصميم الألعاب؟ أه حاول إن شاء الله شو طموحك بالمستقبل شو تسيري؟ كابتن كابتن طيار ما أستأله عليك كابتن طيار مصمم الألعاب شكرا إليك كمان عنا الكابتن تفضل نعنه المكان يعني شوي ضيق أيوة تفضل تفضل صباح الخير نتعرف عليك صباح النور اسمي عبد الحميد عماد الدين تحكينا شو الدورة اللي شاركت فيها من خلال مختبر صناعة الألعاب؟ دورة كونستراكت بتبلش من تأسيس الألعاب أنت كنت حاب يعني تصير مصمم ألعاب؟ كنت من زمان حاب أن أصير مصمم ألعاب نعم يعني حاب تكمل وتصير من أحد المصممين مميزين بالمملكة؟ نعم لحد ما أكبر يصير في عندي مهارات تكنولوجية يعني يمكن يصير إليك شركة وصير إليك تطبيق خاص بيك؟ إن شاء الله شكرا إليك صباحك سعيد شكرا شكرا طبعا مشاهدينا مثل ما شفتوا كنا معكم على الهواء مباشرة اليوم حبينا أن نسلط الضوء على مختبر صناعة الألعاب الإلكترونية المتنقل وغير المتنقل والمنتشر في جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية اليوم من خلال هذا الإنجاز الريادي المميز حبينا أن نسلط الضوء عليه يقدر أي شاب فوق العم فوق عمره فوق التسع سنوات أنه يلتحق بهذا المختبر يتدرب مع الكبات الموجدين كوادر تدريسية مؤهلة مدربة معدات وأجهزة وبرمجيات حديثة مميزة جدا يقدر يستفيد منها ممكن نصنع جيل قادر على صناعة الألعاب الخاصة فيه أتمنى تكونوا سمتعتم معنا في لقاءنا الخاص من مختبر صناعة الألعاب الإلكترونية صباحكم سعيد طبعا كمان أحب أشكر شبات الفحيس مركز شبات الفحيس طبعا لتعاونوا معنا وكل مبتسمين اليوم إن شاء الله عليهم وجنم تحية صباحية وصباحكم سعيد مرات